الله، 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 يا مولانا، لا إله إلا الله إلا إلا يطلب لواحد دعاء أحسن ما يمكن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له أن مغفره أن مغفره قبل كل شيء يعني إلا إنسان لما يطلب من الله ويدعو الله دائما يطلب أمور تريدها نفسه تريدها نفسه نفسه تريد هذه 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 فلما يقول لا أطلب فيطلب طلبات نفسه والنفس لما تطلب ترى في نفسها الأهلية للطلب ترى في نفسها الأهلية للطلب مثلا يقول يا ربي الله ما اجعلني من الصالحين هذا طلب نفس ولا طلب لله يا ربي أقضي للأمر كذا يعني ما دام تطلب أن تكون من الصالحين يعني ترى في نفسك أهلية للصلاح فإذا من قال لك أنك أهل للطلب فإذا طلبت شيئا لها نفس لأنها رأت لها أهلية للطلب وهي ليست أهل لكن من الأدب أن ترى زلتها وذنبها ومعصيتها فتقول يا ربي اغفر لي يعني لو جاك ملك وقال لك أطلب أطلب من الله الباب مفتوح تقول اللهم اغفر لي متبعين معي ولا اللعب بدوش اللهم اغفر لي أليش؟ أنا كطاهر مطاهر لا تحتاج لي مغفرة مباشرة للعطاء لأنك أهل لعطاء الله شوف شح الله كم المسلم مغيب مغيب عن حقيقة الوضع أعمى البصر والبصيرة ما ليس هناك طلب أعظم من مغفرة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى دائما يقول غفور غفور رحيم غفور رحيم وإذا غفر لك عند المغفرة يأتي العطاء وهو الرحمة أي عطاء هو رحمة من الله لكن الطلب الأول هو المغفرة هذا كثير من من أهل الله ومن العلماء الصالحين لما يرواهم بعد موتهم يقول ماذا فعل الله بك يقول غفر لي لا يقول أدخلني جنتا ولا أدخلني غفر لي هل هناك عمل من أعمالنا لا يستوجب طلب المغفرة وريني عمل واحد يليق بحضرة الله عمل واحد أرجح حياتك كلها والذكر عمل يليق بحضرة الله واحد شي صلاة شي صدقة شي قيام شي صيام يليق بحضرة الله لا يوجد إذا كل أعمالنا تستوجب طلب المغفرة لو عصيت أو أطعت أطعت بين قوسين يعني كل الأعمال تستوجب يعني حياتك من يوم ولادتك لا موتك وأنت في الأعمال الناقص وحقيقة من يوم ولادتك لا موتك أعمالك تستوجب العطاء تستوجب الله يعني يعني كل حياتك وأنت تستجمع المعاصي والخطايا والذنوب والتقصير فإذا وجهت الله ماذا تقول له ماذا يجب أن تقول له اللهم اغفر لي عندنا عمل يوضع على الميزان نسمع جعل الله الميزان لمن يظنون أنهم عملوا عمل لما يظن تظن أنك عملت عملا يليق الله سبحانه وتعالى ما دمت ظننت نفسك أنك صليت وأنك ذكرت يلا على المتحاسط ما دمت في فكرك وفي عقلك أنك عملت هذه جيدة وهذه جيدة وهذه جيدة مزيان جيدة يلا على الميزان نعبران يسواه الميزان لمن ظن أنه عمل عملا يليق للعرض أما الموقن الموقن بغفلته ونقصان أعماله لا ميزان بماذا أتيتناه وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُجْزَاتٍ فَتَصَدَّقْ فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا هذا المسلم غافل غافل في غفلته وفي حضوره غافل في غفلته وفي ذكره غافل في حياته وهمه وغافل في صلاته حاضر الشيء نالك لحظة من اللحظات يكون فيها حضور حتى لما تكون شد هذه نحاضر مع الله حضور لهذا أيقن بأن حياتك كلها ما كنزت فيها إلا غفلة ومعصية فإن فتح لك باب الطلب فلا تطلب أي شيء قبل أن تطلب مغفرة الله مقصر في حقه عاصيه ثم تريد أن تسأله هل أقل كل سامعني لله المثال الأعلى احتجت واحد احتجته في غرض ما لكن مخطئ معه أنت عامل معه خطأ ومقاطع مع العلاقة أسأل الله العفو العافية ثم احتجته وذهبت إليه مباشرة تقول له قديل الغراب ماذا تقول أولا شنو طلبك اسمح لي اسمح لي على قضية ولا على المشكلة ثم تطلب الطلب أدب هذا لا تطلب من الله ما لست أهل الله إنما تكون أهلا للعطاء بعد أن يغفر لك لكن أنت شايف نفسك لا ذنب ولا معصية ولا خطأ فلا تطلب المغفرة يا رب اعطيني وقديلي وفعل لي حتى في الدعاء الغفلة تخلي النفس لا لدى الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإني لغفار مش غفور غفار غفار هذه صغة مبالغة يعني عمل متكرر وبشدة يتكرر 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 في كل وقت وفي كل حين ودون توقف لمن لمن تأب ما هي التوبة ما هي التوبة الندم توبة مجرد ما تحس بالتقصير في عمل وتندم على هذا التقصير أو يكون عندك أحساس بالخطأ وبالدم هذه توبة وستعود وسأعود صليت صلاة ناقصة ككل صلواتنا بعد من نعى أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب تستغفر من هذه الصلاة التي لا تريق بحضرة الله هذه توبة وستعود وستعود يعني توبة يعني أقلعت على الأمر وسأعود لصلاة مثلها وسأطلب المغفرة وستعود هذا هذا لا ينطبق فقط على الصلاة على كل نفس كل نفس تعود فيه من غفلتك إلى الله فهو توبة كل ما ذكرت الله ورجعت إلى الله من غفلتك هذه توبة وكل أنفاسنا حضور ولا غفلة 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 مع الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أن ليكون حاضرا مع الله في كل حال وعلى كل حال خلق الإنسان أن يكون ما توجه إلى الله بنفسه بعقله بخلاياه وبفكره وبروحه وبقلبه إلى الله 24 ساعة 24 هذا المطلوب من الإنسان مطلوب منه أن لا يغفل عن الله ولا لحظة متوجه إلى الله بفكره بعقله كل شيء بكلامه بمنطقه إذن ممكن ممكن الله سبحانه وتعالى طلبك ذا حتى الأنبياء يقولون بأن النبي ليس له نظر إلا للحق وإن نظر إلى الخلق فليذلهم على الحق يعني لا ينظر إلى الخلق إلا ليدلهم على الله فقط المقام الأول هذا النبي في حضرته وفي ذكره وفي حضوره وفي قيامه مع الله في ليله أكمل لما يكون متوجه هذه الوجهة أما لما يكون في الدعوة جاوبه جاوبه ما هو الأكمل لما يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه سجود اللهم لك خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي ودمي وعقلي وفكري ومستغرق في حضرة الله سيجد بين يد الله متوجه بجسمه وبعينه وبعقله وفكره مع الله أكمل لما الدعوة إلى الله في الدعوة إلى الله لما يكون متوجه إلى الخارق بالدعوة أجاوب لا في سجود أكمل ولو في الدعوة إلى الله ولو في الدعوة إلى الله لأنه توجه إلى الخلق يدعوهم إلى الله آه يدعوهم إلى الله لكن توجه إلى الخلق هذا أنقص مقام أنقص من المقام الأول الله سبحانه وتعالى يقول اتبهوا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء جاء النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دخلوا في دين الله أفواجا بالنوم ولا بعمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش دخلوا بدعوة النبي وعمل النبي وجد النبي قال الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر مع أنه مقام جيد ودعوة الخلق ودخلوا لكن استغفرت استغفر الله لأنك توجهت إليهم ولو بالدعوة إلى الله ولو بالدعوة إلى الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك أن أتوجه أشغل بغيرك عنك سبحانك كيف أشغل بغيرك عنك ولو بالدعوة ولو بالدعوة ولو بالدعوة هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأسرار حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني إننا لأستغفر الله في اليوم سبعين ومئة مرة عمل دعوة لكن أستغفر الله أن شغلت بكم عن الله إذا كان هذا النبي إذا النبي يسيد الوجود هكذا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله كيف حالنا يا ربي أعطيني أعطيني هذا هذا يسمى قلة أدب مع الله قلة أدب مع الله وإني لغفار لمن تاب تاب يعني دائم العودة إلى الله وآمن آمن أولا بخطيئته وبعده وغفلته في كل أعماله وآمن بأن ليس هناك غافر إلا الله لا تؤمن بأن الله غفار إلا إذا آمنت بخطيئتك لكن نحن لا نرى خطيئة جلسنا مجلس ذكرنا الله تذاكرنا في الله ثم نقوم يخطر بالك تستغفر من هذا المجلس لا تقول الحمد لله إحنا كنا في جلسة وفي ذكر لماذا الاستغفار لماذا الاستغفار من أحس بخطيئته لا ميزان له يوم القيامة لأنه سيأتي إلى الله بماذا أتيتنا صليت عمل تفضل حديث سيد النفي صلى الله عليه وسلم قال رجل بني إسرائيل كان في جزيرة جزيرة بوحده جزيرة عيش فيها بوحده عنده شجرة رمان وعين ماء الله سبحانه وتعالى سخر له هذه الشجرة كل يوم يأخذ رمانة ويشربنا هذا الماء وقته كله عبادة وسجود وطاعة ستمائة عام ثم توفاه الله وفقه الله الله سبحانه وتعالى وقفه بين ايدي وقال أدخل عبدي الجنة برحمتي قال له لا يا ربي رحمتك رحمتك على رأسي وعيني ستمائة عام طاعة وعبادة لا دنيا ولا شغل سجود وعبادة وصيام قال له اتفضل على الحساب بعملك بعملك قال ضعوا له نعمة العين في كفه وعبادة ستمائة سنة في غلبة نعمة العين قال خذوه بعمله قال يا ربي برحمتك يعني عينك لو عبت العمر كله ستمائة عام لا تؤدي حق العين العين شحلفها من خلية من سليل ها ملايين قالوا مليون خلية في العين كل خلية معمل يشتغل لا يتوقف اكسيجين وآكل وميطابوليز الخلية عيشة كل خلية معمل وانت تشوف يعني لازم تشكر الله على كل خلية ممكن تشكره على كل خلية خدم ليك مليون خلية ممكن تشكره على كل خلية شغلك ياها لا ده لا يمكن يا ده إني لغفار لمن تاب تاب يعني حس بغفلته في كل لحظة من لحظات حياته لا في معصيته ولا في طعته إني لغفار لمن تاب والتوبة من كل منه يعني التوبة شيء جيد لكن إذا قلت تبت يعني أنت تبت التوبة من كل منه من يتوب أنت ولا الله اللي يتوب حتى التوبة حتى التوبة منه الله سبحانه وتعالى قال في التلاتة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا منهم اللي تابوا ثلاثة اللي يقول لهم قصة عظيمة مش مجال وقتا لكن ثلاثة تعذبوا العذاب الأليم ليتوبوا إلى الله وبالرغم من كل هذا العمل طالبين مغفرت الله سبحانه وتعالى قال ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم لأني ما دالنا من أمر و من العمل تاب عليهم أشيء وإذا سألت فاسأل الله المغفرة على كل نفس وعلى كل حال إذا سيد الوجود سيد الخلق يستغفر الله في اليوم سبعين ومائة مرة كم مرة يجب أن أستغفر نحن إذا الناس تظن بأن المغفرة فقتل المعاصي سب درب يستغفر لكن أنفاسنا غفلات وجودنا غفلة دعاءنا غفلة طاعتنا صلاتنا غفلة كل نفس يجب أن تتوب إلى الله وتطلب المغفرة من الله وخصوصا من الطاعات وخصوصا من الطاعة سبحانك أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا ترى لنفسك عمل يليق بالله كله نقصي يستلزم طلب مغفرة واستغفار ينتاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا لما تكون في هذا الحال ترى التقصير في كل عمل طالب المغفرة من كل عمل الله سبحانه وتعالى ينسب لك صلاح العمل تأتي إلى الله أنت في حال إيمان ويقين بالله وموقن بأن ليس لك عمل فيقول لك الله بماذا أتيتني يا رب ليس هناك عمل يليق بحضرتك لأنك عالم بالله وبقدر الله ومؤمن بتقصيرك يا رب ليس هناك عمل هل أتيتني بعمل وهالله يا رب ما في عمل لا أي عمل فيقول لك الله سبحانه وتعالى لقد صليت مثلا قل لك يا عبدي لقد عبدتني بصلاتك يا رب أي صلاة الله ما فيها ما فيها تانية حضور معك أقول لها تفكير وهموم وشروض يمين وشمال أقول لك لا 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 أتيتني لقد عبدتني وأطعتني بصلاتك يا رب أنت خلقتني أنت الخلق أصل كل شيء الخلق أنت خلقتني ووفقتني وجعلتني في أمة سيدنات النبي صلى الله عليه وسلم وحببت إلي الصلاة أنت أنت الذي تصلي حبب إليكم ها إيمان وزينه في قلوبكم تظن أنك تحب الذكر وتحب الصلاة هو حبب حبب إليكم أنت ممكن تقول حبيت وحب الذكر حبب إليكم وكرأ إليكم الكفر والفصوقة والعسيان أولئك أولئك هم الراشد فضلا من الله فضلا من الله فلما تعترف بهذا الأمر أمام الله يقولك لا يا عبدي أنت عبدتني بصلاتك أنت الذي صليت وأنت الذي أطعتني وأنت الذي عملت عملا صالحا هذا سيدنا بن عطاء لا سكندري ماذا يقول إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق الفضل ثم نسبه إليك لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله فلما تكون بهذا الحال من الاعتراف بالتقصير في كل أعمالك الله سبحانه وتعالى يقول لك وعمل صالحا فينسب العمل لك ويقول لك أنت بعملك أعطيتك وهذا لا يكون إلا للسابقين المقربين أهل الله كل باقين شفاعتهم من أحبهم وجالسهم أما أن ينسب لك الله سبحانه وتعالى ويربط عطاءه بعملك لا تكون إلا إلى السابقين المقربين الله سبحانه وتعالى سيكون ربيقنا السابق لكم مقربون في جنة تلة من أولين وقليل من آخر العصر الموضونة متقئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون وكواب أباريق وكسم مع الله صدعون أعنا ولينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون لمن قال هربي للصابقين قال جزاء بماذا قال بما كانوا يعملون وما هو عملهم استغفارهم من عملهم أمال أهل إله إن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن موجود انتفهد المعادلة موجود عملك موجود الله يعفي عنا الله يعفي عنا استغفر الله وأتوه إليه استغفر الله وأتوه إليه استغفر الله وأتوه إليه وجزاكم الله خير الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله